في الوقت الحالي في الحقيقة كرة القدم المصرية محتاجة يعني أنها تكتشف مواهب جديدة نقدر من خلالها أن احنا نغزي المستطيل الأخضر في الملاعب المصرية عشان كده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت برنامج كبير أوي لإكتشاف المواهب في مصر وده ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب في كل حتة في الجمهورية ايه أهمية البرنامج ده أو المسابقة دي وده اللي أنا عارفه النهاردة منضفنا في الستوديو اللي منوارنا النقد الراضي محمد المهدي زاكي محمد ويعني منوارنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا بس أنت وصباح الخير يا أصوص مصطفى وصباح الخير على كل مشاهدين الكرة يعني كرة أو الصحيرة المستديرة عندنا في مصر من الحاجات المهمة جدا الرياضيات اللي الجمهور كله مهتم بيها منحب نتفرج على مواهب مهمة جدا وفي الحقيقة عندنا المصريين بيعرفوا يلعبوا كرة كلنا بنحب يعني حتى البنات بنحب نعرف نلعب كرة برنامج مهم جدا أنه يعني يروح كل المحافظات المصرية عشان يكتشف فيها المواهب وجهة نظرك أهمية البرنامج ده إيه وتوقيته طيب بص يعني البرنامج يعني ممكن نقسمه على ثلاث مراحل المراحلة الأولة أن احنا يعني عندنا معاناة كبيرة جدا في موضوع المحترفين بالنسبة لنا محمد صلاح الدانا يعني بوش كبير جدا أنه بقى عندنا نجم عالمي واحد من أفضل ثلاث لعبين في العالم هو محمد صلاح نبقينا بنزعى لما تحصل دلوقتي اختيارات مثلا الفيفا أو فرنسو بوتبول والله محمد صلاح مصر في مركز ثالث مركز رابع فبنزعى أنه محمد صلاح هو رقم واحد في العالم فبالتالي أنه عدد المحترفين المصريين أولئي جدا بتتكلم في محمد صلاح بتكلم في النني في تريزي جيه المستويات المستويات بتاعت العدد أولئي جدا فبالتالي دا عمل مشكلة كبيرة حتى شفنا في تصفيات المطش الفاصل بيننا وبين السنغال بتتكلم في 23 محترف في منتخب السنغال في مقابل 3 أربعة في منتخب مصر محترفين دا عمل جاب كبير جدا في أفريقيا منتخب مصر ما بيش عنده كم محترفين كبير جدا عندنا بس يعني فترات كده بيقفها عدد محترفين لأ فترات ننزل شوية فبالتالي أنه كان دا توجه أنه مصر زي ما بتقول حضرك فيها موهب كتير جدا بس محتاجة مين اللي يكتشف الموهبة ويطلع بيها برا عندنا كمان مشكلة أنه في الأندية بشكل عام يعني أنه مثلا أهل وزمالك لما بيجي عرض لأي حد احتراف بيطلبوا مبلغ كبيرة جدا فبالتالي أنه أي نادي برا مش هيدفع رقم كبير جدا في لعب مش هنقول المصر أنه المشكلة عند اللعب المصري ولكن هو الأندية برا ما بتدفعش فلوس كتير جدا في أي موهب محمد صلاح ذات نفسه أول ما خرج من المقاولين على بازل كان رح برقم قليل جدا ولكن المقاولين استفعت بعد كده لما حط في العقد بتاعه أنه 20% من نسبة البيع فبالتالي أنه أي عقد بيعمله محمد صلاح المقاولين العرب بيدخله رقم كبير جدا في المقابل أهل وزمالك لأ أي باسم نحمد رحيم فبطوبه 5 مليون دولار مثلا 5 مليون يورو فبالتالي أنه ده رقم كبير جدا أنه حتى لسه مؤخرا حرس مرمى إنبي محمود جاد جايله عرض من ويجن في الدور الإنجليزي الدرجة التانية أنه بيكلم في مليون ونص يورو فده رقم كبير جدا أنك تتطلع به أي لعب ده اللي عامل مشكلة في أنه أنت ما عندك ما بتصدريش محترفين كتير جدا خارج مصر فبالتالي أن المشروع ده رقم واحد بالنسبة له أنه يبقى فيه عدد كبير جدا بالضبط عدد كبير جدا من المواهب أن الشركة المتحدة هي المسؤولة عنه بتتكلم فيه برنامج يضم كل محافظات مصر اكتشاف المواهب من سن 2008 بتالي أنت واخد يعني اعتبر واخده شاب صغير لسه يعني في السن فبالتالي أنت بيتكونه بدنيا وجسمانيا وزهنيا وعقليا وكما بتنمي مهارات اللي عنده في الكورة أنه حتى احنا شبنا مؤخرا لما فيتوريا جهب مدرب لمنتخب مصر يتكلم في تعليقات وقال أنه في بعض اللاعباء بتتسلم الكورة غلط بتقف غلط في الملعب سوارش مدرب القهر برضو تتكلم في نفس الجزئية فبالتالي لما أنت تاخد العلو الصغيرة دي وتأسسها صح من البداية في كل شيء في كل المستويات ويبقى فيه احتكاك قوي لهم هتقدر بعد فترة وجيزة تلاقي عندك ميت محمد صلاح ألف محمد صلاح محترف في الخارج طب اللي أنت قلته ده تحديدا يعني زمان كان فيه حاجة اسمها الكشاف ده كان بينزل القرى والنجوع علشان يجيب اللعيب الصغيرين لأهلي والزمالك وكلنا عارفين هذه الأسطورة المصرية القديمة بلزبط إزاي بقى حنستفيد من ده في البرنامج يعني ما هي المعايير اللي حدثتها البرنامج ده هل فيه خبر معينين هل فيه يعني خطوط واضحة تحدد ده موهوب ولا مش موهوب ده نقدر نطلع منه لعب كويس في المستوى زي ما حضرتك ذكرت أن الكشاف كان موجود الأول دلوقتي بقيش موجود وحتى لو موجود دلوقتي أنه تحول عندنا ما بقيش كشاف بقى سمصار أنه بيدور برضو على المواهب لزي كده بس في الآخر محلي بياخد اللاعب لإما أهلي لإما زمالك لإما أندية الدور الممتازة أندية الدرجة الثانية يترقى بعد ذلك ولكن ما عندناش المؤسسة التي تدير هذا العمل بشكل احترافي يعني بدلا ما احنا نقول إن احنا عندنا كشاف بيلف محافظات بيجيبوا واحد أو اتنين أنت عندك مؤسسة بتعمل برنامج متكامل لاختبارات في سبع محافظات لما يعني معظم محافظات مصر لإكتشاف المواهب في برنامج محادي إنه فيه ناس خبراء موجودين هم اللي بيعملوا اختبارات للعبين بيكتشفوا من الأفضل أو من اللي عنده سنة ندامة وهوف فنقدر بقى كأن نكمل عليه إنه خلاص أنا اخترت العدد اللي أنا محتاجه من كل محافظات مصر أقدر أشتغل عليه بعد كده تقويمه بقى بدنيا وزهنيا وقويم موهبته إنه يقدر يكمل معايا لفترات طويلة وأقدر أسوقه بعد كده للاحتراف الخارجي وبالتالي إنه هو يبقى اللاعب ملكي وكمان مشترطين في البرنامج إنه ما يكونش اللي هيخضع للاختبار إنه موقع لأي نادي رياضي أو أي هيئة رياضية فبالتالي إنه هو هيبقى يعني الشركة المتحكمة في الموهبة فبالتالي تقدر أن هي بيعني التسويق وبعلاقات أن هي تقدر بسهولة جدا تخرج عدد كبير جدا من البرائم دول إلى خارج مصر الاحتراف لخارج مصر دي النقطة المهمة لإنه خلينا نكلم بصراحة إنه البرامج دي تعمل كتير جدا قبل كده ولكن كانت بتعمل على مستوى أفراد فبالتالي الفرد هو اللي يهمه في الموضوع يعني نتكلم في الجانب المادي إنه بتعمل الأكاديميات بمقابل المادي فبالتالي إنه أي حد عايز يلاعب ابنه بيدفع شراك شهر وبيلعب مع مرور الوقت خلاص الناس بقى السمار بالنسبة للناس ولكن إنه يبقى فيه مشروع قومي تبقى يعني مسؤول عنه الشركة المتحدة وحتى اختيار الاسم ذات نفسه كابتانه مصر درسة لإنه اللاعب اللي جاي رغم إنه صغير السن ولكن ده الرسالة بتاعتك إنك إحنا بنؤهلك إنه أنت كابتن مش لعب عادي فبالتالي إنه نحن بنوفر لك كل الإمكانيات التي تؤهلك إنك إنت في فترة وجيزة يباحنا عندنا أكتر من محمد صلاح محترف وبالتالي ده بتعمل نقل لي الكرة المصرية بقدر ما أنت بتتكلم فيه تراجع للمستوى المنتخب بتخسر نهاية أفريقيا ما بتوصلش كاس عالم قطر 22 فبالتالي عندك أزمة في الكرة المصرية أزمة في الفكر فعلا بالضبط عندك أزمة حتى في قطاعات الناشئين احنا شفنا إنه الفترة الأخيرة الناد الأهلي بيلعب بالناشئين فبالتالي إنه واحد أو اثنين أو ثلاثة اللي بيظهروا بشكل كبير جدا نفس القصة في الزمالك بتتكلم إنه بيدفع بالناشئين في الأوقات الحارجة إنه ما عندوش اللاعب الأساسيين بتاعته فبيضطر إنه يطلع حد من الناشئين ولكن ما عندكش قوام كامل يعني احنا شفنا اليورو اللي فات إنه منتخب أسبانيا بالكامل بشباب وناشئين ما عندهمش ولا واحد حتى كبيرسل حتى كان فيه والأهلي لما حصلت في الأزمة جاجب منين بالضبط لجأ لي الناشئين احنا شفنا لوس النريكي مدرب أسبانيا تهاجم بشكل كبير جدا إنه ما ضمش راموس لي المنتخب قال خلاص أنا هلعب بمنتخب كله ناشئين وشباب محمد عايزة أقولك على حجة أنت عشان أنا اللي أنت بتقوله ده مهم جدا أي حد يمكن عاصر في عيلته أو حد عارفه من الموهبين من كرة القدم عايز يلعب كرة عاصر قد إيه الموضوع صعب لأنه هو مش عارف يبتدي منين أنت قلت حاجة مهمة جدا وإنه فيه أكاديميات وفيه سمصار وفيه عائلات بيطرقوا كل الأبواب في الحقيقة عشان خطر يبينوا الموهبة دي وهما مؤمنين قوي بأولادهم لكن ما بيوصلوش لحاجة فوجة نظرك ليه ليه لو حد لعيب موهوب ما بيعرفش أو ما بيبقاش فيه فرصة لي أنه ينضم لنادي لأنه زي ما أنا قلت لحضر لك أنه لإما عندك حلية لإما الأكاديميات وديبه مقابل المادي ففيه بعض الأسر ما بتقدرش أن هي تدفع المقابل المادي ده ما سوف يحد يطلع من الأكاديميات فعلا يعني هل عندنا نموذج قدرنا نقول منه أنه ده خريج من أكاديميات لا ما عندناش نموذج لأنه زي ما قلت لحضر لأنه نموذج الأكاديميات تحول إلى بيزنس موضوع يعني بقى مادي أكتر من أننا ههتم بي أننا أصدى اللعبة أو غيره وده الوضع لما ما فيش هدف قومي يعني لا ما فيش هدف قومي في عدف تجاري بالضبط هدف تجاري ده الأول ولكن البرنامج ده تعمل برنامج المتحدة ده هدف قومي أنه خلاص أنا مش يعني أنا كشركة متحدة يعني مش هدفي الجانب المادي بقدر ما أننا عايز أظهر موهبة وده اللي أعمله أننا بقى موجود في كل المحافظات أكتشف كل المواهب عن طريق خبراء موجودين دراسة الموهبة بشكل كامل زي ما قلنا الجانب البدنية والزهنية وأقدر بعد كده أقوي منه وأقوم سلوكه حتى خارج الملعب حتى مش داخل الملعب بحيث أنه يقدر أنه يتأقلم في الخارج احنا شفنا قبل كده تجارب كتير جداً ليه مصريين خرجوا مقدرواش يتأقلموا في الخارج ورجعوا يعني قبل تجربة محمد صلاح كان عندنا عمر زكي عندنا أحمد حسان ميد وعندنا غيرهم كتير جداً مدروش تتأقلموا مع الخارج فبالتالي كده لما تأخذ الموهبة هي في صن صغيرة وتقدر تقوم الجانب ده فيها فبالتالي يبقى عندك عدد كبير جداً من المحترفين في الخارج القصة الثانية في أنه الناس كانت عندها أزمة ثقة في المشاريع دي لأنه كانت مشاريع خاصة أو مشاريع شخصية بمقابل مادي فالناس خلاص بقت معروفة أن هي تجارة فأنا أبواد ابني بيلعب عشان قاطر فلوس الجزء الثاني الناس بتحاول أنها تترك أبوافهم ما أعتقدش أنها بتقدر توصل تبتشوف حتى في موضوع الاختبارات سنوياً أن الأهل بيجلوا بالخمسين ألف وستين ألف اختبارات فبقدر شير مستمرت فبيمشي أموره نحن بس قصدنا أنه الموضوع هم بيعلموا كورا لكن مش شرط أنه السمصار اللي بيتفرج على اللعيبة هناك يعرف يدخلوا أي نادي أو يلتحق بنادي لكن أنا أسفة أتكمل على سؤالي هل أنه مواهب عندنا نحن لسه مش عارفين نكتشف المواهبة الفزة مثلاً ولا بسبب أنه ناس كتير قوي بتلعب كورا النهاردة فالمواهب كترت عندنا نفس المشكلة أنه عندنا عدد كبير جداً من المواهب ولكن عندنا جزئين في المشكلة أنه أول حاجة أنه ما بنكتشفش المواهبة بدري لأنه كل ما المواهبة تتأخر في السن يعني بيبقى صعب جداً أنك أنت تقوم في بعض الجوانب يعني التخطيط أو الاستلام الكورة أو القصص دي كلها ده جانب مهم جداً في كرة القدم بيبقى صعب جداً لكن لما تستلم المواهبة مبكراً يعني هتقداري أنك أنت تعال جداً سريعاً الحاجة الثانية أنه الأكاديمات لأنه بقى العدد كبير جداً فبالتالي أنت مش شايفة من المواهبة فيهم أنا زي ما قلت حضرتك أنه الأكاديمات دي بقى بيبقى فيها بالخمسين ألف وستة ألف فأنت مش شايفة من المواهبة أن أنا قدر أهتم بها أخراج غير لما يكون مشروع قومي زي اللي بتعمله المتحدة وتم اختار الاسم كابتانو مصر على هذا الأساس أن أنا بلف كل المحافظات أنا مش هدفي تجاري لأ هدفي أن أنا مشروع قوم أن أنا يعني بجيب كل المواهب اللي موجودين فيه مصر بهتم بهم وأقدر أن أنا يبقى عندي عدد كبير جداً من المحترفين وده كان الدلالة بتاعت الاسم كابتانو مصر فبالتالي أنه كمان الناس لما تلاقي اسم المتحدة فيه المشروع ده ثقة بالنسبة للناس أنه لا ده مشروع قومي طب مركز الشباب كتفئي يعني أنا النهاردة حراكي مش هتكلم على الأكاديميات للكلمة 3% دي كان مشروع تجاري زي ما حراكي قولي لكن لو أنا بتكلم على مشروع قومي الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة أذرعها في المحافظات والنجوع والقرى المصرية هي مراكز الشباب مراكز الشباب كان بتعمل إيه؟ لماذا فشلت في تصدير لعبين وإزاي أقدر كمان أستفيد منها في هذه المسابقة النهية تبقى مفراخة أو تبقى تصدر لي أفضل ما لديها من الكوادر الرياضة طيب بنقول أنه يعني مثلاً نزارة الشباب رضا بتعمل دوري اسمه دوري مراكز الشباب ولكن الأعمار سنية كبيرة جداً فبالتالي أنك إنت مش هتقدر تستفاد منها أنك إنت يعني تحترف خارج مصر ولكن هي القصة كانت في وزارة الشباب مراكز تفيد بيها بقى حاجة؟ لا ما هو سنة كبير جداً عشان تطلع تحترف أنت يعني إحنا بنتكلم هنا أنه مثلاً يعني الناشئين عند نادي الزمال يقدر قوتي فوق 23 سنة أو الناشئين في النادي أهلي فوق 23 سنة فبالتالي أنه 23 سنة ده عشان يحترف في أوروبا فرصه صعبة جداً يعني بتتكلم أنه الناس بتتكلم بـ 17 سنة أنه يعني يتاخد فرصة بشكل كبير ولكن يبقى عندك 23 سنة وتعتبر نفسك ناشئ مثلاً ده مش ناشئ ما خلاص 23 سنة مش ناشئ يعني أنت كاهل يعتبر بالنسبة للخارج فبالتالي أنه دي المشكلة الحاجة الثانية أن الوزارة عملت قبل كده كذا بروتوكول للمشروعات دي ولكن زي ما قلت لحدك أنه مع مرور الوقت اللي المشروعات بتتحول إلى شغل تجاري أنه مثلاً بيطلع فالتلاعب أو حاجة فبالتالي أنه بنقتصروا الطرق أنه إحنا ما إلعب مثلاً أهلي أو زمالك هنا وخلاص وشوفنا أنه دورة ماك الشباب مثلاً طلع منه محمد عنطر واتباع لنادي الزمالك من أكتر من سنة كان بـ 15 مليون جنيه أو حاجة زي كده ولعب سنة مع نادي الزمالك وانتقل إلى نادي المصر البروصعيدي إحنا عندنا المشكلة أنه إحنا ما بنكملش في الحاجة يعني بنعمل المشروع مثلاً وما نكملش المشروع فبالتالي النتائجه النتائج بتاعت المشروع بتبقاش على المستوى المأمول إن هي زي ما أقول حضرتك أنه أشخاص هم المسؤولين عن القصص دي ولكن الوضع حالياً في البرنامج الجديد لما تبقى شركة المتحدة هي اللي في الوش زي ما بيقولوا يعني هي اللي بتختار المواهب في كل محافظات مصر في سقة من الناس بالضبط يبقى في سقة من الناس إنك إنت هتقدر المشروع ده لا هيكمل إن أنا بختار عدد المواهب ده بابدأ أرعى هذه المواهب وابدأ أن أنا سوقهم في الخارج أعمل احتكاك مع فرق أوروبية مثلاً أجيب أستضيف ناس خبراء أجانب هنا يهتموا بالجانب البدني والزهني للعبين دول زي ما أشوف نحن التجربة البلجيكية في 2002 كان منتخب بلجيكا ده ما كانش حد بيسمع عنه يعني الآن منتخب بلجيكا ما واحد من المصنفين في العالم وكل بطولة سواء نيورو أو كاس عالم منه بلجيكا بتتحط رقم واحد في المصنفين للفوز بالقصة المانيا نفسها نفس القصة برضو خدت فترة تعاني من تدهور كرة القدم لحد ما عملوا مشروع الأكاديميات عندهم كل 36 نادي في البنزجة لازم يبقى عنده أكاديمية على كل حال احنا في مصر محتاجين في أمس الحاجة في الحياة مثل هذه البرامج عايزين منها برامج كتير مش بس برنامج واحد خطوة مهمة جدا من الشركة المتحدة وعاديين تعاون كمان من كل الأطراف عايزين تعاون من مركز الشباب ومن الإعلام نفسه لازم يبرز الدور ده بشكل كبير جدا لأسف بس وقتنا خلص ولازم نروح لموجة سحالا كل شكر ليك محمد المهدي النقد الرياضي على وجودك معنا النهاردة نتمنى كل التوفيق لكل الموهوبين وأكيد للبرنامج كابتينو مصر شكرا ليك